اشتركوا في القناة وذكرهم الله في من عنده كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ولذا فهذا المجلس الذي أنتم فيه من المجالس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس أصحابه في المسجد ويواظب على ذلك ويتخولهم في الموعظة كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده بعض أصحابه يتدارسون فدخل ثلاثة نفر المسجد فأحدهم وجد فرجة في الحلقة فدخل فيها والآخر جلس وراء الحلقة والثالث أدبر خارجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بمثال الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه